اهلا وسهلا بكم في فرنش اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الاستفهام الكلي الاستفهام نوعين يأما بيكون استفهام كلي يأما بيكون استفهام جزئي الاستفهام الكلي اللي هو بيسأل عن الجملة ككل والاستفهام الجزئي بيسأل عن جزء ناقص من اجزاء الجملة يعني الاستفهام الكلي هو سؤال بكلمة هل لكن الاستفهام الجزئي بسأل يأما عن مكان أو عن موعد أو عن سبب أو عن طريقة ولما اسأل سؤال بهل يأما هجاوب بنعم أو لا أو بلا يعني وي أو نو أو سي وفي الفيديو ده هنعرف ازاي بنسأل سؤال معناه هل هل انت تمارس الرياضة؟ لكن لو جملة خبرية هقول يبقى طريقة اللهجة هي اللي بتبين لي ان ده سؤال تاني طريقة هي تقديم الفعل على الفاعل يعني هقول هنا برضو السؤال معناه هل وتالت طريقة ان انا بستخدم التعبير يعني بقول هل انت تمارس الرياضة؟ وهنا لازم الجملة تيجي بعديها مترتبة يعني الفاعل وبعدين الفاعل وبعد كده المفعول به يبقى علشان اسأل سؤال معناه هل ياما بستخدم طريقة اللهجة والجملة بتكون مترتبة فاعل وفعل ومفعول به ياما بقدم الفاعل على الفاعل ياما بستخدم التعبير اسكو زائد الجملة بعديها مترتبة وعلشان اجاوب على سؤال معناه هل ياما بجاوب بوي ياما بجاوب بنو ياما بجاوب بسي لو انا قلت هل انت تذهب الى المدرسة؟ ياما هقول وي je vais à l'école ياما هقول nous je ne vais pas à l'école tu fais le devoir هل انت عملت الواجب؟ ياما هقول oui je fais le devoir ياما هقول nous je ne fais pas le devoir في المثالين دول الاجابة ياما بوي ياما بنو علشان السؤال نفسه سؤال مثبت لكن لو كان السؤال منفي يعني مثلا tu ne vais pas à l'école انت مش رايح المدرسة؟ هنا بقى مش هينفع اجاوب بوي لو انا هروح المدرسة هقول سي سي يعني بلى يعني هنفي النفي يبقى هقول سي يبقى ما ينفعش اجاوب بوي على سؤال منفي لكن ممكن نجاوب بنو يعني لو انا فعلا مش هروح المدرسة هقول نو أنا رايح عند عمي يعني معنى كده ان انا مش هروح المدرسة ولو انا قلت انت ما عملتش الواجب برضو ده سؤال منفي يعني هجاوب عليه يا اما بسي يا اما بنو هقول سي بلى انا عملت الواجب يا اما هقول نو لا انا تعبان يعني انا ما عملتش الواجب يبقى معنى كده ان انا لما بجاوب على السؤال المنفي يا اما بجاوب بسي يا اما بجاوب بنو اجاوب بسي لو انا هعمل الحاجة اللي هو نفاها يعني بشيل نو وبا واشوف لو انا هعمل الحاجة دي يبقى هقول سي لكن لو انا هعمل حاجة مخالفة ليها يعني مثلا لو عندي سؤال زي ده انت مش هتروح النادي في عندي إجابتين أنا بحب أعمل رياضة والإجابة التانية أنا بفضل الذهاب إلى السينما طبعا ده سؤال منفي يا إما هجاوب عليه بسي يا إما هجاوب بنو لو أنا هروح النادي هقول سي ولو أنا مش هروح هقول نو الإجابة الأولى يعني أنا بحب أعمل رياضة يبقى معنى كده أن أنا هروح النادي يبقى هجاوب بسي لكن في الإجابة التانية أنا بفضل الذهاب إلى السينما يعني أنا مش هروح النادي يبقى هجاوب بنو هنحل بقى اكتيفتي مع بعض علشان المعلومة تثبت أكتر يعني استبدل النقط بوي أو بنو أو بسي أول سؤال هل أنت لا تمارس الرياضة؟ أنا بمارس التنس السؤال منفي والإجابة بنفي النفي يعني أنا بمارس التنس يعني بمارس الرياضة يبقى هجاوب بسي السؤال الثاني إحنا مسافرين اسكندرية السؤال مثبت والإجابة مخالفة للسؤال يبقى هنجاوب بنو السؤال الثالث هما فهموا الدرس نقط هما فهموا كويس السؤال مثبت والإجابة موافقة على السؤال يبقى هنجاوب بوي السؤال الرابع أنت بتحب الأنشطة اليدوية نقط أنا بحبها كثيرا السؤال مثبت والإجابة بالموافقة يبقى هنجاوب بوي السؤال الخامس هي مش بتدعو صديقاتها نقط هي بتدعوهم دائما السؤال من في والإجابة بين في النفي يبقى هنجاوب بسي السؤال السادس كرة الريشة من الرياضات الخطرة نقط هي رياضة تقليدية السؤال مثبت والإجابة مخالفة يبقى هنجاوب بنو السؤال السابع أنت مش هتخرج نقط أنا هروح وسط المدينة السؤال من في والإجابة بنفي النفي يعني أنا هخرج يبقى هنجاوب بسي السؤال الثامن أنت عجبك الفيلم ده نقط هو رائع السؤال مثبت والإجابة بالموافقة يبقى هنجاوب بوي السؤال التاسع تينو تليفون بازا جستين أنت مش بتتصل بجستين نقط هو ما عندوش تليفون محمول السؤال من في والإجابة بالموافقة على النفي يعني أنا مش بتتصل به يبقى هنجاوب بنو السؤال العاشر هو بيقره القراءة السؤال مثبت والإجابة مخالفة للسؤال يبقى هنجاوب بنو السؤال الحداشر السؤال من في والإجابة بتأكيد النفي يعني أنا فعلا مش باكل جاتو لأن أنا بحب حاجة تانية يبقى الإجابة نو السؤال رقم 12 أنت بتمارس ركوب الدراجات الجبلية نقط ده شيء لا يعنيني السؤال مثبت والإجابة بالرفض لأن يعني ده شيء لا يعنيني يعني أنا مش مهتمة بالرياضة دي يعني مش بمارسها يبقى الإجابة نو السؤال رقم 13 تيجي معايا الاستاذ نقط بكل سرور السؤال مثبت والإجابة بالموافقة يبقى هنجاوب بوي كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة وأتمنى تكونوا استفدتم منه وإن شاء الله نتقابل تاني فيديو جديد مارسي اوغوفوار